صباح الخير للجميع أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من فياج فياج أولا ينعاد على الجميع بالصحة والخير والنجاح إن شاء الله تكون سنة الـ 2018 بيضة ومليئة بالخير علينا كلنا مع بداية السن الجديدة حلقة جديدة من فياج فياج سنة جديدة وسفرة جديدة بس سفرتنا اليوم منا مثل كل السفرات مسافين اليوم على بلد جذورنا وأمالنا سفرتنا اليوم داخل لبنان وبسرني استضيف المصور المحترف مونير نصر كيفك مونير؟ موجود ينعاد عليك وعليك إن شاء الله وعلى كل المشاهدين يعني أنا بشرفني استضيفك حضرتك مصور محترف من أكتر من خمسين سنة عندك كتب رائعة بتخبر عن فنك بهذا المجال وفي كتاب لفتلي نظري حبيته كتير هو لبنان بيوتي أفريوير يعني لبنان الجميل وين ما كان ببلدنا حسيت أن رسالة التفاقل حلوة من بلش فيها سنتنا اليوم يعني بأول هالسنة بألفين وثمينة عشر خبرنا شوي أكتر عن هالعنوان لبنان بيوتي أفريوير لقلك الجميل وين ما كان بلبنان؟ هل هي الحقيقة هيك؟ وين ما تروح باللبنان مثل أشياء حلوة وأنا بطبع ما بشوف قدر الأشياء الحلوة الأشياء اللي مش حلوة ما بتطلع عليها ما بره تعملها ما كان أنا موجودة في أحلى مننا حبيت يعني هيدا بتصور مش باس باللبنان بكل استراتيجي لازم كلنا نتبعه بتصورتا واحد يكون عايش مرتاح بيشوف الأشياء الحلوة وبغض النظر عن الأشياء اللي منع زابطك هو كان الكتاب هيدا هيدا طبعة أربعة عشر طبعة أربعة عشر كان اسمه لبانون ثرو دي لنز اف مونير ناصر نعم تترجم لست لغات انجليزي فرنسيوي اسبانيولي تلييني ألماني وعاربي وكنت بدي أعمله بعض بالبرتوغيز وبالروسي بس هلأ السياحة ما بتسمحني مع الشعب السيب المنطقة بس كان ماشي كتير بس بالحرب السورية أشهت مثل كل لبنان شاء الله هالسنة تكون سنة خير على الجميع وعلى السياحة في لبنان مونير ناصر رح نباليش نشوف أواشي تايم لابس طاعت اللي كتير حبيته نشوف شوي الميزيك والصور وتخبرنا بعدين عن تقنية تانك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بتصور من خلال هالفيدي والصغير بناخد فكرة عن روعة الصور يلي عم تخبرنا شوي عن هالتكنيك تابعة تايم لابس كيف أخدت هالصور تايم لابس هو بتاخد بالكاميرا اللي بصور فيها الصور العادية مش كاميرا سباشل نفس الكاميرا بس انه بتصوري بالصور بالصور الفيديو كل 24 فرايم بالسكن لتشوف بعدين بحطونا وراء بعدين بتشوف الصور طبعية هيدا بالقلب هيدا مسلا كل 6 ثواني او كل 10 ثواني حسب الموضوع بتاخدي صورة كل 6 ثواني كل 6 ثواني او كل 10 ثواني وبعدها تهليف بعدين بس تجمعين مع بعضهم بتشوف تسلسل الفارق انه انه عم تشوف شي بسرعة اللي عينك ما بتشوفه الغيم ماشي هالقد حلو كتير حلو الإيفاكت كتير حلو بالصور هيدا ملخص هيدا عملته لما نخف الشغل لما نخف الشغل لما نخف الشغل لإلهي حالي ما فيك ما تعمل كتير رصص ما هيك معوض على الحركة رح نبلش أول شي نحكي عن عن مسيرتك بمجال التصوير بس رح نبلش أول شي بصور عن بيروت ما فينا نحكي عن لبنان ما نبلش بالعاصمة ببيروت تخبرنا شوي عن هالصور وتقلنا كمانا كيف يعني حتيت تجربتك الطويلة وخبرتك الطويلة من أيام الأنروا والتصوير بأماكن خطرة بالعالم وأماكن مختلفة بتصرف هذا الكتاب اللي هو كتاب صغير بس بذات الوقت مفهوله كبير بيروت يعني هي العاصمة وفيها أشياء كتير حلوة يعني كل ما نروح تصور بتلاقي أشياء جديدة أنك تصوريها يعني الصور اللي بعمل تشوفيهم هلأ كل واحدة مننا أخذت مني وقت أنه لأعملها لأي وقت بيكون أحسن بس هذة الصورة كتير حبت ألوانها بطعم هذة الصورة كتير يعني بأي وقت تيب هذة بين الليل والنهار بين الليل والنهار فيه بنية عم بعمروها 42 طابق صورتها من فوق هذة الصبح بكير أو عشية هذة عشية عشية أوكي بيقولوا الماجيك أور هيدا هي هيدا هي وقت بيكون الألوان رائع هون كمان هون هذة الصور كمان مش بالهين يعني هذة الصورة اللي أخذتها كان لجيب بجيب أزل من وزارة الدفاع من السوليدار من الأمن العام هكيد عندك مشكل بس تحمل الكاميرا ويشوفوك بقولك ممنوع التصوير يعني عن جد بلاقي بلاقي صعوبة 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 وقت التصوير واحد بيشوف هون عم نشوف كمانا مش بس مناظر عم نشوف الحياة الليلية ببيروت اللي كمانا هي مهمة عنا والحلو أنه بكتابك هو كتاب للبنانية وللسواح كمانا يعني اللبنان اللبنان بيبصت فيه لأنه بيكتشف إشة بركة ما بيعرفها عن بلدنا والسيح يلعباله يكتشف أكتر إشة عن لبنان بيستفيد من هالكتاب اللي هو بذات الوقت يعني خفيف منه كتاب تقيل مثل دليل وبوليبر مثل ما بيقولوا فيه صور حلوة بيقدر يتصفحها ويرجع يشوفها مرة ومرتين هلأ المهم نحكي كمانا ونكفي جولتنا بذات الوقت مونير النصر تخبرنا أنه هذا الكتاب ما لنه بس صور فيه كمان معلومات ما هيك طبعا طبعا مش بس صور فيه معلومات ومعلومات مهمة للشخص العادي ما بيعرفها إنه مثلا شو بتعرفي عن نهر الكلب مثلا لوحات نشوف الحفريات نعم فيه مثلا 17 محفورة بسموها على جنوب النهر وواحدة بس لنبوخذ نصر عشماله هلأ ليش عملوا هيدولي بالكتاب مكتوبين إنه كان لما يجي الغزاة والحملات العسكرية على منطقتنا الجبل الجبل طبعا نهر الكلب فايد بقلب البحر يعني بس كانوا يجيبوا الخيل والعدة الحربية كانت كتير صعوبة إنه يقطعوا هادي 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 مش هنك لما يقطعوا كان كانش شي كتير مهم عملوا إنه نحنا مرأنا من هون بعدين أخذ صارت عادي إنه صاروا كل شيء اسمه صاروا يعملوا حفريات هذي حالو كتير يعني فيه معلومات تجديدة بلكي ما نعرفها حتى نحنا بلش أول شيء بصور ترابلوس بينا علينا هون ترابلوس ترابلوس هي مشهورة بالخنات مثلا عندي خان الخياطين خان المصاروي خان الصبون خان الدهب كلها أشياء حلوة كتشوفيها بقلب ترابلوس وشعب ترابلوس كتير هيك فرندلي يعني كل واحد بيروح ترابلوس راح يمبسط بشوف أشياء كتير حلوة في كتير بيروحوا ع السوق ويرجعوا ما بيشوف بس بهذا الكتاب لما تقري بتعرفي وبتشوفي الصور وبتشوفي المعلومات واحد بيعطي أفكار شوف أنتو يشوف تيشوف مطرح التقط الصورة بعد ترابلوس هيك نبزة سريعة منكفي بمشوار كمان بشمال مع بشري وحلو كمان نحكي أن المناظر اللي عم تخدها كتير حلوة وكتنا عم بتقول أن كل صورة بتاخد وقت تاخد وقت للتحضير للإذن الضو طبعا بعد غير الإذن الضو كتير مهم يكون الضو المزبوط للصورة المزبوطة وبشري اللي بدل روح لازم يروح مثلا يزور بيت جبران خليا جبران وين خليق فيه كناس حلوة وهي على هي على على مدخل قديشة اللي هو أشهر أكيد ورح نجو بقية بعدنا في فولدر عن بقية المناطق بلنا ناخد نبزة سريعة لأنه أكيد ما فينا نخص كل المنطقة كل المنطقة مكتوب عليها يعني باش تشوف الصور ذكرها وبتشوف تاريخ البلد وعن البلد يعني شي مهم أكيد مش بس صور صح شو حبيت أكتر شي بمشورات هنكفي عن صور بالباترون وتخبرنا أنت شو حبيت أكتر شي بمشويرك تلطقت هالصور كلها خلال سنوات أي منطقة أكتر شي حبيتها أيها أكتر شي عنيتلك كل الأناوان كل المنطقة حلوة أنا يعني مبسوط بحياتي كمصور وإذا بردي أعيش بعد مرة أنا رأي أعمل نفس الشي ما بتكون إلا مصور لأن شغلتي وحوايتي أنا بحب كتير أنه بس كون عندي سترس أو شي بالبيت وإيك بيأخذ الكاميرا وإطلع بنساكل شي شغف عن جد شغف ما هيك هذا مهني بزيت الوقت أنا بحب وحبت على جواز عديدة من لبنان مباراة لبنان يعني كرمال فنك التصوير الحلو يعني في شي مكان معين أنت هيك بتحس أنه ترتاح فيه أنت حضرتك من وين من الدمور الدمور وإذا تاخد صور بالدمور غير شي ببارا حكي أنت عم صور بالدمور كان في شي اسمه عاملوا مدينة توقم للدمور بفرنسا بدين يخذونه نهدية نعم أعطيتهم كل كتاب بالفرنساوي لكل الأعضاء طبعون البلدية بفرنسا وبديني أخذوا معهم صورة رح تصورتلهم إياها مباراة وإن شاء الله يتعجبون أكيد أكيد رح تعجبون بعدنا نشوفون صور الرائعة من جبيل وبعدنا رح ننتقل على جمونية شو المصايح بتعطيها من يلنصر للمسافرين يعني بفاياج كل المشهدين بحبوا يسافروا بحبوا يلطقتوا صور حلوة هلأ صار كله هاين مع السلفي مناخد صورة مناخد كذا بتنصحهم يصوروا بالسلولير أو بتنصحهم ياخدوا بروفاشنال كاميرا حتى إذا منهم محترفين إذا هو أنا يعني معي سلولير أمرار ما بستعملوا ككاميرا أنا بس الأشخاص العاديين الكاميرا دي من أحسن لأنه أنت بتتحكم فيها نعم بتقربي بتبعدي بتعملي دبسوف فيلد صغير أو كبير بتتحكم بالكاميرا أكتر لك هالصور شو حلوة كثير حلوة الصور عم جاد وجوني من أحلى البلدان أنا بالنسبة لي كثير بحب صورها جوني حلوة كثير أكيد كيف ما تبرمي بتلاقي عشياء حلوة وليه كمان والوقت الأفضل واحد يلطقت فيه صور هو هذا الوقت اللي عم نشوفه يعني بين الليل ونهار عشيد قبل ما تغيب الشام عبكرة غير وضع عبكرة إذا بدك اللايتين يكون صفت لايتينج جاي من وراء شاجرها من وراء شي عبكرة حلو بس مناظر أحسن شيء للماء وبناء هو عشية عشية أكيد رح ناخد بنصائحك مدير نصر ونكفي جولتنا على بيت الدين فيها المعروفة السياحية نحنا أكيد بنعرفها وكتير في سواح بيزروها بس في أشياء حلوة فيها كل مرة واحد باكتشفها يعني قدير حت لهونيك تأخذ السؤال من أجمل أبنية اللبنانية التي تعمرت هي ببيت الدين كانت ولعطى لكل حدا من أولاده كمان عمر له أثر مثلا الأثر أمير أمين مثلا أثار قتيل من أروع ما يمكن بالجبل وفيك تشوفي أشياء بحمام العربي اللي عاملينه وتشوفي مناظر حلوة ببيت الدين ما بتشوفيها بغير محل وفي أثر أثر موسى كمانا حلو أم نشوف أنه بيختلف المنظر حسب الفصل أكيد هلأ كله أبيض وراح نشوف كم صورة كمان عن لبنان الأبيض ونكفي جولتنا على بعلبك يعني برجع أقول نحنا عم نعملك جولة سريعة أكيد كل منطقة فيها تاخد حقها أكتر وأكتر بركة بغيرها من الحلقات منركز على كل منطقة هيدا الصورة كتير حقايتها هذا معبد جبتين دو فيها رائع هيدون كانوا أربعة وخمسين عمود ما بقي إلا ستة منهم وهذا بأخص بعده منيح كان معبد معبد العشق بسموه هذا الحجر أكبر حجر موجود بالدنيا بده أربعمائة ألف رجال لا ينقلوه لا يحطوا محله مطرح ما كان نور واو أكبر حجر منحوط يعني بديني كلها واحد بيقول كيف كانوا يا عمرو قبل كيف كانوا بعلبك من أهم الأثارات بلبنان إذا مش بالعالم من نسبة للرومان وكما علم سياحي شو بتنصح سواح يزوروا أول شي باللبنان يعني إذا عندهم يوم أو يومين بدهم يزوروا منطقة أو اثنين شو في أشي يعني مصد دوب باللبنان إذا يومين يومين بيجوا من بيروت نهر الكلب حريصة جبال بشري الأرض وينزلوا على البترون أوكي هذا اليومين أنا بس جيني أصحابي زوار أجانب بيخذون هذا المشور أوكي وإذا شوية أكتر رح نشوف بقية الأماكن اللي واحد يزورها صور هذه صور صور رائعة هذه كمان مصورة صور من أرواح البلدان بعدين مرت من صور بوجهها لتحية أكيد من وجه تحية لكل أهالي صور وكل منطقة اللبنان تحية للمشورة وهذا بصور في أكبر ملعب روماني للسبق الخيل بالدني واو طوله أكتر من 480 متر وعرضه 160 متر بفتكر وبعده بحالة كتير منيحة هلأ بالصيفية بيعملوا فيه مهرجان فني جيبوا فنانين لبنانية ومش من لبنانية بقى الصور كتير حلو لك كتير حلوين هنا نحب حركة العصافير في كتير عصافير بصورك ليه العصافير أكتر شي بتحب وين بيكون في مينة بيجو تيور بتحب هالحركة طبعا بيعدت شيء للصورة مختلف ومن كف أكيد بعد صور منروح على صيدة كمانا كم صورة حلوة كتير عن المدينة الجنوبية اللي منحبها كلنا صيدة كمانا عندها رونق مختلفة كتير حبيت هذه الصورة هيدا بتصور عبكرة هيدا عبكرة هيدا عبكرة هيدا عبكرة أول ما يبلش صيادة وصيادة عم بيصبح بيصبح وصيدة في أشياء كمان في أشياء حلوة فيها وجددوها هي قلعة صيدة كانت عمروها فنقية بس جوا عمروها الصليبية من بعدهم فيها متحف الصبون فيها صنيورة أكيد طيبة كتير الحلويات الليبنانية طيبة وفيها طول عمر بيعملوا زيز وهي الصورة بالصرفان اللي قريب كتير عصيدة لحد هلأ يمكن آخر محل بيعمل إزاز بالبنان هو هونيك طول عمر صيدة مشهورة كانت يعملوا بالخزف والإزاز شو أحلى حرفية لألك موليون نصر يعني حرفي عبلك تصورها ديما بتحب أنه تركز عليها الأشغال الحرفية اللبنانية التقليدية هيك بحب أنا الأشياء اليدوية الأرتزانات اللي دين عم يشتغلوا كلوز أب الأشياء هيك بحب ديما في هالنفحة الفنية ورح نكافي مع مجموعة من الصور هون كتير حلوة بتلاقي مفصلنا وبداية موسم التلج بلبنان شو حلو لبنان الأبيض حلو وهون شو النصايح ياخد إذا عم بيصور بالتلج إنه ياخد كتابي لأنه عن جد بوين ما يروح بلبنان إذا كان لبنان أو أجنبي لأي بلد برحلة مثلا هاي مغارة جعيتها بيفتحن وغارة بيقرع عنا بيعرف شو هي جعيتها ليك هالمناظر الحلوة جعيتها في مغارتين مغارة الفوق ومغارة تحتها هيدا ودي أنوبين رائع وهيدا ودي أنوبين وكل كل بلد بيقرع عنا بلغته إذا كان أجنب واللبنانية أكيد أنا متأكد أنه ما بعض فقديش بيعرفوا عن لبنان أكيد مش هالكتير أصاص كلبنانية عن بلدنا الكتابة تسعروا كتير واطئ مش نجاري وفي منه صفت كبر الحلوة بتصور مونيان ناصر أنه يكون فيه هذا كدليل لأنه واحد بدور قبل ما يسافر على دليل يخبروا عن البلد ما في منهم ما في عن لبنان ودليل تاريخي وعن الحاضر لليوم بلاس أنه صور سايح قد ما يصور ما عنده وقت قد ما أنا كان عندي وقت وانتون أمر نص نص نهار لصور صورة يعني يعني بياخد هو صور مميزين والحلو كمان عم شوف البورتري كتير حلو واحد يصور منظر ويصور تعابير وجه كل شخص وهذه السنديني بكل دائعة بكل دائعة فيه سنديني حلو كتير هيدا هيدا بعرامون كتير حلو هيدا بيكنيك تحت السنديني قبل كانت المدرسة تحت السنديني وإخر شي رح ننهي حلقتنا اليوم من فياج فياج الخاصة بسفر بلبنان مع مأكلات هيك صور سريعة نلميزة شو أتب طبق لبنان لقلك أو يعني أنا بحب الكب بناية والسمك مجدرة جدرة أكيد كل غزا وكل أنواع السمك بحد وبعدنا لكينا بدنا نشوف هلأ السريع فيه عشر ثواني من الموتاج صغير مننهي فيه كل هالصور وبدنا نشكرك مونير نصر لوجودك شكرا لأستطلتكم رح نشوف لكينا هلأ الفيديو السريع ومننهيك حلقتنا من فياج فياج الخاصة بلبنان تانك لبنان بيوتي أبريوير لبنان بيوتي أبريوير وين ما كان فيه جمال في لبنان هذه هي الرسالة الإيجابية اللي حبيت نبلش فيها حلقتنا بأول سنة 2018 شكر خاصة لك مونير ناصر دائما بالتوفيق بالأفكار الحلوة الجديدة والصور الجديدة وهيك ننهي حلقتنا اليوم من فياج فياج مع الليحة الختمية لكل أشخاص عبرون يزور لبنان بطريقة مختلفة حبك يا لبنان يا وطني بحبه بشمالك بشنودك بسهلك بحبه تسأل شو بني شو اللي ما بني حبك يا لبنان يا وطني تكفك يا لبنان يا وطني تكفك بشمالك بشنودك بسهلك